موسيقى وان عماد متعب وعدد من اللاعب الاهلي تعرضوا الاستفزاز من احد عمال غرف الملابس لنادي الانتاج الحربي بعد تسجيل عماد متعب هدف الفوز النهر وان احد عمال غرف الملابس للانتاج الحربي القى بزجاجة مياه على لعب الاهلي اثناء فرحتهم بالهدف وده اللي استفز بعض لعبي النادي الاهلي وتدخل وقتها محمود عبد الحكيم واثيرت وقتها الازمة بصرف النظر بقى عن الازمة اللي حصلت وهي ازمة طبعا لا طليق سواء بلعبي الاهلي او بلعبي الانتاج الحربي يعني الوقت بدل الضايع وده كلامي انا للكابتن وجيه احمد رئيس لجنة الحكام الوقت بدل الضايع مش هيقعدك رئيس لجنة حكام ومش علشان ترضي مبارح الزمالك والنهار ده الاهلي فبقى الوقت بدل الضايع تحول الى ان الزمالك والاهلي ما يضغلبوش او ما يتعدلوش يعني مبارح الوقت بدل الضايع الى مالة نهاية لغاية لما الزمالك يتعادل النهار ده الوقت بدل الضايع الى مالة نهاية لغاية لما النادي الاهلي يحقق الفوز او يحصد التلات نقاط يعني الامر بجد فج قوي وبين قوي وفي نفس الوقت سازج قوي فكرة انه بعد كده بقى هيبقى الوقت تضايع عشر دقايق وبعد كده هيبقى نلاقي الوقت تضايع ربع ساعة خلاص حط في اللوحة الالكترونية اللي بيحكمها اللي بيرفحها الحاكم الرابع وهو كده واقف الوقت بدل الضايع لغاية لما الاهلي يجيب جول او الوقت بدل الضايع لغاية لما الزمالك يجيب جول لكن ما ينفعش الزمالك والاهلي لا يتعدلوا ولا يتغلبوا زي انبارح كده ما حصل مباراة الزمالك والمقصة او النهار ده في مباراة الاهلي والانتاج تاني لكابتن وجيه احمد اللي بتعمله دوت هيبوز الدوري وفي نفس الوقت اللي بيحصل من الحكام هتيجوا هتضغطوا على الاندية الصغيرة لغاية ما الاندية الصغيرة دي قد تتسبب في حل اتحاد الكورة مش الاهلي والزمالك انتو خايفين من الاهلي والزمالك ومن نفوز الاهلي والزمالك لا انا بقولك بقى الاندية الصغيرة هي اللي ممكن تفجر ثورة داخل اتحاد الكورة وتتسبب في حل اتحاد الكورة بمنازم التحدي شكرا